احنا مبارح ابتدنا خط جديد في البرنامج وهو الخط المتعلق بالمعروف بالعشرة الحسنة بالجمال وازاي الجواز يبقى باب كبير من ابواب السعادة النهاردة هنتكلم بقى عن حاجة تانية خالص هنتكلم عن شيء مكمل للكلام عن ازاي نخلي الجواز يخرج احسن ما فيه ما احنا قلنا ان الجواز ده مولود جديد فالجواز كمان ممكن نخرج احلى ما فيه على فكرة ممكن بعض الناس يخرجوا من الجواز اسوأ ما فيه وممكن كتير من الناس يخرجوا من الجواز احلى ما فيه النهاردة بقى نبتدي نتكلم على ايه هي منبقات الطلاق ايه اللي بيخلي الطلاق نسبته تزيد وازاي نقدر نعالجه وازاي نقدر نتعامل معاه وكأن نبارح بنرسم خط عشان الانسان يمشي في النور والبركة والمودة والرحمة والنهاردة ازاي ندير الخلاف وندير الازمات ونخرج من المشكلات عشان ما نوصلش لحد الكي اصل الطلاق عندنا زي الكي زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال انما اخر الدواء الكي فاحنا لا نتهاون ابدا بالطلاق صحيح عندنا فكرة اسمها فكرة الطراء الرشيد وده وقت في مرة نتكلم عنه لكن احنا دلوقتي بنحاول نشوفه نعمل ايه عشان نمنع مسببات الطلاق ان تتفاقم وتوصلنا الى الطلاق اه احنا رصدين ان الطلاق زاد من الناس والطلاق لما زاد من الناس مش ده معنا ان الناس ما لهمش زند الطلاق ده خرار وكمان الطلاق ده بيجي بحوافز والطلاق ده شيء حالة في الحقيقة بتكشف عن مشكلة ودايما احنا عندنا قوانين في المشكلات بتقول ان المشكلة ما بين طرفين والمشكلة في العلاقات بيكون مسؤول عنها طرفي العلاق وعشان كده تعالوا نتكلم ونبتدي نبتدي من باشهر سبب واشهر منبئ من منبئات الطلاق اشهر شيء شفناه وشفناه بيأثر بشكل شديد جدا 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 في ارتفاع نسب الطلاق هو مفهوم احنا بنحب نكرسه زي ما هو كده اللي هو مفهوم ايه؟ عدم اعتبار الطرف الاخر يعني ايه عدم اعتبار الطرف الاخر؟ احنا بنرجع سنة كده عشان نفهم هذا المعنى بنقول ان الانسان بدأ في الحياة ده فرض فكان كل تركيزه على نفسه يعني ايه كل تركيزه على نفسه؟ كل اهتماماته بيهتم بنفسه من هنا بقت فيه حاجة اسمها التمركز حول الزات التمركز حول الزات ده او الفردانية بتخلينا نتصور ان الانسان في اوائل حياته كده زي الطفل انه هو بيحس لو انه حس انه هو جعان او حس انه هو موجوع يحس ان الدنيا كلها موجوع وجعان لما بيكبر الانسان بيبتدي يخف تمركزه حول ذاته ويبتدي في العلاقات يشوف حكته للعلاقات مع الناس هنا بقى تبدأ الانسانية تنمو ويبدأ الانسان ينضم فالانسان بيبدأ فرض وينمو يبدأ في انشاء العلاقات ويبدأ مع انشاء العلاقات يتخلى شيئا فشيئا عن انانيته ويبقى انسان عايز توافق بينه وبين الناس حواليه واهم حد زي ما احنا اكر نمنا مبارح هو اللي بيشاركه اكتول علاقة في حياته اللي هو الزواج فيكون حريص على التوافق مع شريك حياته وكل ما بينضج كل ما بيحرص على التوافق اذا ده الاساس طيب لما يبقى عندنا عدم اعتبار للطرف الاخر ايه اللي حاصل عدم اعتبار للطرف الاخر يعني ايه ننم في النور ولا ننم في الظلمة لا هو يولع النور ومش مهم اه شريك حياته ويبقى حاسس ان هو لو استجاب لشريك حياته هو كده بيعمل مشكلة يبقى هو اللي يحصل هو عيمشي ويتصرق بشكل فردي دون النظر يشريك حياته الاساس ان انت لازم تزوري اهلي طب واذا ما زرتش اهلك ينكد عليها طب وهي هي وهي عندها احساس عندها اختلاف عندك شويتين تلاتة عندها بيئة هي جاية منها وزيك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصب النساء خيرا وقال في تجاه الاخر لو كنت امرا احلا ان يتزجد لي احد لامرت المرأة ان تزجد لزوجها هذا تعبير مجازي بالمناسبة معناه ايه معناه حاجة اسمها الطاعة الرشيدة الطاعة العاقلة الطاعة الحكيمة يبقى ايه اللي حاصل يبقى هنا فيه مسألتين مسألة ان احنا نراعي بشكل واضح ان احنا الناس مختلفين مش بس اختلاف الذكر والانساء لكن اختلاف كمان البيئات امرأة شرايح القاضي لما جدت تجاوزه في اول ليلة لما ابتدوا يعيشوا مع بعض قالت له على رسلك استنى ما شوية انا جاية من بيئة وانت جاية من بيئة فقول لي بتحب ايه وبتكره ايه شوف العقل وشوف ازاي بيعتبر الطرف الاخر اذا احنا محتاجين ننظر الى الطرف الاخر بيحب ويكره ايه باول حاجة لو انت بتعتبر الطرف الاخر لازم تعرف بيحب وبيكره ايه ليه طيب عشان اللي بيحبه تتجنب بقدر الامكان هو ده مقتضى الزواج هو ده مقتضى العشرة الحسنة ليس معنى العشرة الحسنة ان تكون العشرة الحسنة لي ولكن ان تكون العشرة الحسنة معا اه دي مش شيء مهم جدا في ناس كتير بيتجوزوا وهو مركز الجواز مركز الجواز يعني ايه انا لابد ان انت تسعيديني لابد ان انت تسعيديني يعني ايه تتخلي عن كل احلامك وتتخلي عن كل مشروعاتك في الحياة وانا اهم حاجة في حياتك وإلا يبقى انت مش بتحبيني وإلا يبقى انت مش حريصة على الاسرة دي انت لازم تتنازع عن كل شيء انت كنت مخططه في حياتك وانت دلوقتي اصبحت زوجي وابو العيال غير كده ما تفكرش لا في اصحاب ولا في اهل انا وبس انا واولادك وبس ده يحصل ايه بقى ما فيش اعتبار للطرف الاخر الطرف الاخر عبارة عن ايه الطرف الاخر جملة من الحاجات اول حاجة في الطرف الاخر المعرفة الثقافة تاني حاجة في الطرف الاخر حاجات مهمة جدا جدا في حياة الناس كمان في بعض المعرفة القدرات لازم اعتبر الطرف الاخر في القدرات في عدم اعتبار في الطرف الاخر لما يوجد واحد لما الزوج يفضل يتكلم يتكلم يقول له اسكوت اسكوت انت ما تعرفيش اسكوت اسكوت انت ما تعرفيش اسكوت انت سازجة وما عنديش ادراك للي بيحصل في الحياة وهي تقول له إيه أنت أصلا جاف ما بتحسش بكل الأحاسيس اللي أنا عندي ما فيش اعتبار ما فيش اعتبار لأن ده عنده قيم أن دي عندها مهارات ما فيش الكلام ده عدم الاعتبار للطرف الآخر وعدم زي ما كده التعبيرات اللي بنشوفها أنا مش موجود على الشاشة بتاعته أنا مش هو مش شايفني هو بيتصرف كأنه عايش لوحده بيكون واضح قوي انخفاض الإنسانية لما الإنسان يحسل إن شريك حياته مش حاسس بي إن مش إنسان فيقول له هو مش بيهتم بيه هو مش بيهتم غير بنفسه بس هو مش شايف غير نفسه وهو مش شايف غير نفسه على الصواب دائما وهو يشوف هي أصلا مهاش غير أهلها واختها وصحباتها وهي مش مهتم بيه وراجل كتير بيرد على المسألة دي لما هي تقول له ده مش مهتم بيه ويقول لي زوجته وما أنت عايزاني أفكر إزاي يعني وكأنه بيقول لها أنت عايزاني أفكر بس باللي أنت عايزاه بس في الحقيقة هي تجوزته على أساس إن هو يحميها ويحتويها وجزء من ده إنك تعتبرها عشان كده جزء من حياتك عشان كده كتير من الرجالة مش بيدرجوا مجرد عدم مش بيدرجوا الكلام وما بيبقاش فاهمين الكلام من اللي بتقوله الست يعني مثلا على سبيل المثال في رجالة كتير يقولوا شوية كلام كده وهم مش معتبرين مخاوف زوجته فتيجي الزوجة لما تيجي تطلب منه حاجة يقول لها إيه حاضر إيه اللي حاصر حاضر دي معناها عند الست إن إيه إن الكلام ده تركنا على جمع أو يقول لها مثلا وحاضر دي عند الست لها مثلا سبع معاني يا حاضر عند الراجل إن أنا هشوف ونفذ وقت ما أستطيع لكن عند الست يعني إيه حاضر يعني أنت بترقد لي حاضر يعني أنت مش مدرك أنا بقول إيه فبتقول لي كلام بس عشان نعد الموقف حاضر يعني إيه أنا سمعتك وخلاص ما تجعيش دماغي سبع معاني عند المرأة لكلمة حاضر فأنا وبكلم زوجتي أنا لازم أعرف فهي بتفكر في إيه لازم أراعي إن هي مختلفة الثقافة عني المسألة ما هي السهلة اعتبار الطرف الآخر من أهم المهارات اللي لازم يتربع عليها الناس حاضرة النبي صلى الله عليه شوفها اعتبار الطرف الآخر إيه حاضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة إيه إني لا أعلم متى تكون عني راضية ومتى تكون عني صاخطة إذا قلت لا ورب محمد كنت عني راضية إذا قلت لا ورب إبراهيم كنت عني صاخطة يبقى إزاي بقى نتعود على إن احنا نتمرس على هذه المهار في شوية خطوات أول حاجة لازم نتمهر في تفهم شريك الحياة يعني إيه أتوهم معرفة شريك الحياة أول حاجة إن أنا أتفهمه يعني أعرفه أعرفه يعني إيه طول الوقت أنا أفهم وأحط نفسي مكانه أحط نفسي مكانه يعني إيه أعرف ده وفعه بيقول كده ليه تاني حاجة أنا محتاج كمان إن أنا مش بس أتفهمه الأول خالص لازم أفهمه هو لما يتكلم أفهمه زي ما هو أتكلم مش زي ما أنا عايز لأن كتير من الناس يقول لها بس بس أنا عارفك أنت عايزة تقولي إيه هي تقوله خلاص ما هو دوت اللي أنت بتفهمه دايما وهم في الحقيقة ما فيهموش ما سمعوش فلازم أول خطوة إن أنا أسمع وأفهم أفهم كلام شريك حياتي زي ما هو قاله وإزاك السيدة عايشة لما فهمت إن حضرت النبي فهمها رح تقلت له والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله ولازم تاني خطوة أتفهم يعني إيه أتفهم يعني أعرف دوافع شريك حياتي إيه اللي مخليه يقولي الكلام ده بعد كده إيه اللي حاصل بعد ما أفهم وأتفهم لازم يحصل إيه يحصل حالة من حالات ماذا حالة من حالات التعاطف أتعاطف مع إيه ما هذا المنطق اللي هو فيه يعني أحس بيه اللي هي بتقوله حس بيه هو بيقوله أحس بيه أنا بقول إيه لازم أتعود على ده ودي مهارات لازم نتعودها بعد كده عشان أقدر أعتبر شريك حياتي لازم آخر خطوة إن أنا أتعلم مهارة المشاركة والدعم والمساندة سواء كنت ست أو كنت راجل فلازم نفهم ده ده لو ما حصلش مش هنقدر نقول بأي شكل من أشكال إن إحنا بنعتبر شريك الحياة يبقى أفهم أتفهم أتعاطف أشارك وأساند يبقى داوة إحنا محتاجين نتعلمه نحتاجين نتمهر عليه فيه دورات لده آه فيه دورات لده أنا شخصياً بيدرب على ده بيدرب إزاي الناس تعتبر شريك الحياة فيبقى هو والشخص بيتصرف عينه على شريك حياته إزاي هو يتعود إنه هو يقعد مكان شريك حياته ويشوف الحاجة بعين شريك حياته طب هو ده يفيده بإيه يفيده بدل ما هو بيشوف أنا دايماً بقول لهم عدم اعتبار الشريك الحياة عارف الطرق بيزداد ليه عشان إحنا عندنا نظرة أنا بسميها النظرة النظرة المصابة بالحول والنظرة المصابة بالإيه المصابة بالعوار النظرة العوراء ليه لأنه واحد شايف بعينه واحدة بس والجواز لازم نشوفه بعيننا إحنا الاتنين إذا ما شفناش الجواز بعيننا الاتنين أكيد مش هنشوف الصواب اشتركوا في القناة